الله أكبر وقال رجل ممن من آل فرعا ليكتم إيمانه لتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من قينات من ربكم وليك كاذبا وفع عليه كذب وليك صادقا يصلكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يندي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم غايرين في الأرض فمن يرسلنا من بأس الله يرجاء قال في العون ما أوليكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل تقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون متبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يغلل الله فما له من حاد الله أكبر سبي الله لمن حاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر آمين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هدك قلتم لن يبعث الله من بعده عسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون فيها آيات الله بغير سلطان أتاهم يبرمك تنعيد الله وعيد الذين آمنوا كذلك يطمع الله على كل قلب متكبر جبا وقال فرعون يا غامان ونبي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات ما اتطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيل فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا منها ذكر الأموات وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزعون فيها بغير حساب الله أكبر سميع الله أول من حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله